السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب أتمنى أن المشتركين أخص للمشتركين يسمع الفيديو للأخير لأن المشتركين يعني هذا الفيديو للمشتركين أكتر من المشاهدين رجاءً شوف الفيديو للأخير للأخير رجاءً فضلاً وليس أمر طبعاً ليش أنا ما عندي مشاهدات بالرغم من أنه كل يوم أنا عندي رفع فيديوهات وعندي 8000 مشترك وما بعرف شو اللهم صلى على سيدنا محمد طيب متل ما شايف أنت هون 21 مشاهدة 21 مشاهدة 21 مشاهدة يعني مع أني فيديو هذا تحميل نسخة ويندوز يعني مهوم جداً وصادق وأصير ولكن سبحان الله بس ولكن هلأ هون المشتركين يعني المشترك لما يعني هو عم يضرني بدل ما يفيدني يعني بعض المشتركين طبعاً جزاهم الله خير بيفتكر أنه هو إذا فتح الفيديو وشاهده لمدة 10 ثواني أو ضغط لايك وطلع منه أنه هو يفادني طبعاً هو أنا شوفهم 991 ألف تقريباً رح أحكي هذا شو السبب أنه هيك في علام مشاهدات والباقي ما عليهم ولا مشاهدة طبعاً رح أحكي السبب بفيديو تاني يعني مشان ما يكون طويل الفيديو طبعاً وهذا تقريب الألف رح أحكي السبب طبعاً ومفهوم الخاطئ لبعض القنوات يلي أعطوه الشرح بعدين رح نحكي فيها طيب هون مثل ما شايفين هلأ هون نسبة الاحتفاظ بالجمهور هي أهم الشي طبعاً هون مثل ما شايفين مرتفع بس على البطيء هون الاحتفاظ بالجمهور طبعاً شوفوا هون المشتركين أنا شو بيسووا فيني طبعاً جزاهم الله خير جميعاً يعني والقناة مثل ما بيقولوا بنناقص مننا ما هون لحد يسعى مننا نسبة يعني هلأ هون المشاهدين لما بيجي بيقعد بيشوف بيفتح الفيديو وبيشوفوا لمدة عشر ثواني أو دقيقة هون هو عم يضرني طبعاً رجاء رجاء طبعاً وحتى للمشاهد يلي عم يشوف الفيديو طبعاً لازم ينبه بهذه النقطة أو ياخد هذا الفيديو وينشره عنده بالقناة أنا ما رح نرفع لها حقوق طبعاً نشر ولا شي طبعاً بيشوف الفيديو لمدة دقيقة وبيطلع منه هون بيهبط الفيديو يعني بشكل ما طبيعي وبيصير عند اليوتيوب بيصير عند اليوتيوب مثل انه غير مرغوف فيه يعني بدل ما يكون بالأول بيصير بالأخير فرجاء للمشتركين أنا بس بحكي للمشتركين انه يشوف الفيديو لو دقيقتين منه ما رح يخسر شيء من عمره يعني لو شاف الفيديو دقيقتين ما رح مثل ما بيقولوا ضيعتلي دقيقتين من عمره ما رح يعني ما رح يضيع دقيقتين من عمرك طبعاً رجاءن أنا بحكي بهذا النقطة رجاءن وللمشاهد اللي عم يشوف الفيديو طبعاً ياخذ الفيديو وينبه كمان المشتركين عنده بانه يعني منه دقيقة أو دقيقتين للمهتم طبعاً بهذا الأمر وبيخرج منه فاليوتيوب ما بقى بحطه بالمقترحات أو ما بحطه بالأوائل يعني بخليه بأسفل السافلين متل ما بيقولوا مع أني أنا ما بكل فيديوهاتي يعني الحمد لله رب العالمين ما عندي لف ودوران وكذب على الناس طبعاً بس أنا بدي نبه المشاهدين أو المشتركين المشتركين بالأخص بدك تشوف الفيديو وفيناك تشوفه يعني أقل الشيء دايقتين رجاء طبعاً وانا لما برفع فيديو ألعاب أو فيديو شيء تاني غير انت مهتم فيه فيناك تشوف من العنوان وقد بيوصلك اشعار إذا كنت تنفع على زر الجرس ما عجبك العنوان فيناك ما تفتح الفيديو يعني إنك ما تفتح الفيديو أفضل من إنك تفتح الفيديو طبعاً وصلت الفكرة إن شاء الله يكون وصلت الفكرة ورح نعطيك شرح تاني كمان ورح أحكي لك شرح تاني عن مفهوم خاطئ جميع الناس جميع اليوتيوبر مثل ما بيقولوا حكوا عنه وهذا مفهوم خاطئ ولهوني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته